بعد ساعات من إعلان محكمة أمريكية تعليق حظر السفر المثير للجدل بدأت عائلة محمد الخاتم وضع اللمسات الأخيرة على مشروع مغادرة السودان رغم المخاوف على حياتها الجديدة في الولايات المتحدة ويحلم الخاتم بالذهاب إلى الولايات المتحدة منذ سبع سنوات لكنه يعرب عن القلق حيال خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأجواء العدائية الناجمة عن ذلك وقد أدى الأمر التنفيذي لترامب بحظر دخول اللاجئين والمواطنين من سبع دول ذات غالبية مسلمة وضمنها السودان إلى تجميد خطة الأسرة ولكن محكمة في سياتل قررت الأسبوع الماضي تعليق العمل بالأمر التنفيذي كما رفضت محكمة استئناف اتحادية الخميس إعادة العمل به